وفي الآياتك امقصص تنير الدرب للخلق نقوص الله في القرآن لنا الأخبار بالحق لكي تسمو مداركنا ونبني دولة الحق وكم قد قص خالقنا لنا بالحق والصدق وكم قد قص خالقنا لنا بالحق والصدق الحمد لله وصلى الله وسلم على المجتبى المصطفى عبده سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وعلى ساداتنا الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإننا في القصص الحق من إلهنا الحق ناخذ الفوائد البديعة والحكمة الوسيعة وإن الحق تبارك وتعالى يقول فيما يمتن به فيما امتن به على بني إسرائيل وظللنا عليكم الغمام نوع من السحاب يضلل له برودة وله لطف لا يوذي ولا يمنع الرؤية ولا يضيق النفس وظللنا عليكم الغمام تذكروا ما كان من معاملتنا لآبائكم فأحسنوا مقابلة رسالة نبينا قبل أن يحل بكم البلع ضللنا عليكم الغمام أيام كنتم في الته تمشون في تلك الصحراء لا شجرة ولا بناء ولا تملكون مضلات تضلكم من الشمس ضللنا عليكم الغمام ظللناكم من حر الشمس بالغمام قال سبحانه وتعالى وظللنا عليكم الغمام وهذا تذكرنا مع حاجة الإنسان إلى الشمس هو يحتاج أيضا إلى الظل كثير من شؤون حياته في الدنيا قائمة على وجود الشمس ووجود أشعاتها من مصالحه في جسده في المقروبات التي حواليه وفي زراعته إلى غير ذلك ومع ذلك كله فهو محتاج أيضا إلى الظل وإذا علمت ذلك فقل لي بربك هل أنت محتاج إلى الظل في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة أم لا فإن عقلت أنك من خلال دقائق في هذا الشمس تشعر بشدة وتدرك قدر الظل فقل لي ما عددت لظل يوم كان مقداره خمسين ألف سنة تكون الشمس فوق الرؤوس قدر ميل حتى يغوص العرق في الأرض سبعين ذراعا ويرتفع يلجم هذا إلى كعبيه وهذا إلى ركبتيه وهذا إلى حقويه في نصفه وهذا يلجمه إلى فيه وهذا ينغطس في ذاك العرق أنت محتاج إلى الظل ولا ظل إلا ظل عرش الله في ذلك الموقف لقد دكت الجبال دكا ونسفت ناسفا حملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فإذا رهقا عن صفصفا لا ترا فيها عوجا ولا أمتا تبدل الأرض غير الأرض وتتشقق السماوات ولا يبقى لك ظل إلا ما كان من عملك صالح سببا لأن يظلك الله في ظل عرشه فحرص على أن تنال الوصول إلى ذلك الظل تذكر هذا من من الله على بني إسرائيل وظللنا عليكم الغمام فهو نعمة ظل من حر الشمس في الدنيا القصيرة مع بعد المسافة بيننا وبين هذه الشمس فكيف الحال إذا دنت من رؤوسنا حتى كانت قدر ميل وبيننا وبينها اليوم أحد وتسعون ألف ميل حتى أن راوي الحديث عن رسول الله أنها فوق الرؤوس قدر ميل لا أدري أميل المسافة أميل المقحلة يقول الراوي فأنت محتاج إلى الظل فتهيأ لذلك تهيأ لذلك تهيأ لذلك هل تسمع ما أكثر ما تصغي لأقاويل أرباب التحليلات والسياسات والنصائح الطبية لجسدك إسمع نصيحة لهول عظيم تسلم منه وتنتقل إلى ظل عرش الله في وقت يشتد فيه الحال على الناس حتى يتمنوا أن ينقلوا إلى النار امتنى الله على بني إسرائيل فكيف بالمنة يوم القيامة حين تكون في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله وظللنا عليكم الغمام ونزلنا عليكم المن والسلوى فإنكم احتجتم إلى الطعام ولم يكن لديكم طعام وليس هناك من يمولكم بشيء من الطعام وقد خرجتم من مصر بأمرنا ونجوتم من فرعون ثم أمرتم بدخول الأرض المقدسة فأبيتم وقلتم إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها لأتي يخرجوا منا ولما رجعتم من قبل أهل الزوج ودقة الإدراك منكم لعظامتنا وقالوا لكم ادخلوا عليهم الباب فإن دخلتموا فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا قلتم يا موسى لن ندخلها أبدا ما دموا فيها فاذهب أن توربك فقاتل إنا هنا قاعدون بعد هذا كل ضربنا عليكم التيه فصرتم تتيهون في الأرض تمشون طوال اليوم فإذا نمتم أصبحتم في المكان الذي بدأتم المشأ منه ولم يزل هذا الأمر بكم أربعين سنة في تلك الأيام قلتم يا موسى هنا الطعام ليس لكم من يمولكم انقطعت عليكم بالحكومات وليس عندكم من الأسباب ما تتمكنون به من الزراعة ومن الجني الزرع والثمر وعندئذ توليناكم بأمرنا وهكذا نفعل بمن امتثل أمرنا وانقطع عن اختياره لاختيارنا فنختار له خيرا مما يختاره لنفسه ويجينا لكم بطعام لا يتوفر لكم بجهدكم ولا بالمشقة ولا بمواصلتكم بهيئات التموين من أرباب التجارة ولا من الحكومات القائمة والسلطات في زمنكم نزلنا عليكم المن والسلوى المن أبيض من اللبن أحلى من العسل يقعوا فوق الأشجار لهم في كل صباح ما يكفيهم اليوم فيأخذون ما يكفيهم من هذا المن ومع ذلك أيضا على عادتهم في التنكر والجحود قالوا قتلنا المن بحلاوته فنريد اللحم فأنزل الله عليهم السلوى طير يشبه السمان أكبر منه يأكلون لحم وأنزلنا عليكم المن والسلوى وهذا معنى من المن وجزء مما يسمى المن وإلا فقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين وغيرهما أن العجوة شفاء من السم وأن الكمأة من المن أن الكمأة من المن هذا نبت معروف وقاله الكمأة من المن قال صلى الله عليه وسلم وأن ماءها شفاء للعين وأن ماءها شفاء للعين ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم فقد أبحنا وسخرنا ويسرنا وأوصلنا ورتبنا ودبرنا وسهلنا لكم كلوا من طيبات ما رزقناكم فإذا بكم أيضا بدل أن تشكروا النعمة جحتتم وقلتم هذا آذانا بحالة نريد اللحم وهذا اللحم قد جاء إلى متى ونحن على طعام واحد من وسلوى ونريد لن نصبر على طعام واحد وذكرتم القثة والفوم والبصل والعدس كما يأتي معنا في هذا القصص قال الله وكل من لم يتأدب أو نقص منه الأدب أو جحد شيئا من النعم أو لم يقم بما ينبغي له في العبودية لم يظلم إلا نفسه فحاش أن يبلغ ذر الخلاقي فيضر أو نفع فينفع وهو الغني المطلق فلا يفعل من تهون بشيء من أوامر لا إلا ظلم نفسه وإذا نفسه وإن الذي يستحلي لذة منقطعة فيكتسب بها عذابا مولما شديدا أو انقطاعا عن لذائذا أعلى منها وأجل وأدوم لظالم لنفسه نعم والله ظالم لنفسه وإن غفل وإن جهل ظالم لنفسه على إنما أعز نفسه وأكرمها من أقامها في مراد الحق منها من أدبها مع مولاها من ترك شهواتها القصيرة لتنالى المشتهيات القبيرة وترك ما يفنى لأخذ ما يبقى هو العاقل هو الذي أحسن إلى نفسه إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساتم فلها وما ظلمون قال الله تعالى ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ظلمت وما إلا لنفسك يا فتاة ظلمت والظلم النفسي من أكبح الظلم كل من ألهته اللذائد الحسية عن لذائد الروح وعن حلاوة الرحمة والفتوح فقد ظلم نفسه نعم عالم الأرواح خير من الجسم وأعلى ولا يخفى على كل ذي علمي فما لك قد أفنيت عمرك جاهدا بخدمة هذا الجسم والهيكل الرسمي ظلمت وما إلا لنفسك يا فتاة ظلمت وظلم النفسي من أكبح الظلم وظلم النفسي من أكبح الظلم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون إن من كابر في وجود خالقه وخالق كل شيء من حواليه ظالم لنفسه لا يظلم ربه وحشى أن يقدر على نفع ربه أو ضر لكن يظلم نفسه وكل من ارتضى منهجا غير منهج الله في قول أو فعل فقد ظلم نفسه فإنه عرض نفسه لما لا تطيك عرض نفسه لشدايد عرض نفسه للأتعاب حرام نفسه لذئذ دائمة وحلاوات مستمرة فهو ظالم لنفسه وهكذا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بعد أن توالت عليهم النعم والحق يذكرنا بمنة بعد منا مما عملهم به بمقتضى الكرم منه جل جلاله وتعالى في علاه ولو تأملت نفسك فوجدت نفسك كم عصيته وكم عذنبته وأنت مرة بعد أخرى نعمه مستمرة وخيراته عليك منهمرة في أعضائك في عقلك في فكرك في حسك في معناك في الهواء في الماء في الشراب في المطعوم في الملبوس إلى غير ذلك حسا ومانا مفاضة عليك نعم الحق جل جلاله فلا تتخذ كصصة بني إسرائيل مجرد تسلية ولكن خذها سلمة ترقية اعتبر والذكر وخذ نصيبك من كسب البر ومن مراقبة عالم الجهر والسر سبحانه وتعالى حتى تبعد عن ظلم النفس وتتحلى بتجديس هذه النفس وتطهيرها وتنجيتها عن شبهها وظلمها حينئذ أيها المؤمن تذوق حلاوة القرب من الرب وما أجلها من حلاوة وتعيش معه على الأدب في غاية الصفاوة بعيدا عن الجفاوة في حال حالي وبال غير بالي حي بعنوار المعارف متلذذ بأصناف اللطائف من الكريم الملاطف ربك الرحيم سبحانه وتعالى قبل عطاءه وفضله ونواله وراعي أن الديمة على العمل الصالح قد تشق عليك ولكن فيها فوزك وفيها نجاحك وأنك بعدم المداومة على العمل تضيع شيئا كبيرا وتنزل إلى ما هو أدنى وأذل كما نزل القوم من المن والسلوى إلى الفوم والعدس والبصل والقثة كم من فرق بين هذا وهذا وقد جاءنا أن عمل نبينا ديمة إذا عمل عملا أثبته صلى الله عليه وعلى عليه وسلم وبذلك جاء في أخبار صحابتي والتابعين وتابعين بإحسان مداومة أحدهم على العمل الواحد عشرين سنة وثلاثين سنة أربعين سنة خمسين سنة وهكذا اقتدوا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم فإنما قص الله علينا القصص لندرك أفاتي هذا السآم والملل ومع ذلك فبلطفه نوع لنا الأعمال جل جلاله وتعالى في علاه لنبتعد عن الملل في الطاعة نوع لك الطاعة لما علم وجود الملل منك فتنتقل من طاعة إلى أخرى إلا أنه لابد لك في المسار إليه من تثبيت أعمال تواضب عليها وتداوم عليها لتبلل من حر الإغترار بالخدائع بالخدائع للمكار عدوك وأعوان من نفسك والهوى والدنيا تضلل بغمام استوجبه صدقك مع الله غمام من ملاطفة الله وتوفيقه وتأييده فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ولا شيئا في الميزان مثل ترك الشهوات من أجل الله جل جلاله وتعالى في علاه من كل ما حرمه ومن كل ما كرهه سبحانه وتعالى من كل ما قطع عنه وحينئذ تصل من الرجي إلى أن يتحول مشتهاكا من المنقطع الفاني والقليل الذليل إلى أن تشتهي الدائم الباقي والمتصل الجليل من نعيم رضوان الله ومن نعيم رحمة الله ومن نعيم القرب من الله ومن نعيم المرافقة لأصفيه جل جلاله وتعالى في علاه اللهم ثبت قدامنا وخذ بأيدينا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين والحمد لله رب العالمين في الآيات كم قصص تنير الدرب للخلق فقص الله في القرآن لنا الأكبار بالعرض لكي تسمو مداركنا ونبني دولة الحق فكم قد قص خالقنا لنا بالحق والصدق فكم قد قص خالقنا لنا بالحق والصدق لنا بالحق